روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة الله أكبر الله أكبر الله الذي لا إله غيره يقسم لي أحد وإخوان الأطباء في القاهرة يقول والله يا شيخ محمد من أعجب ما رأيت دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري جراح يقول الرجل تجاوز الستين عاما لحيته بيضاء وجهه منير مشرق يقول فلما لبس ملابس الجراحة بكى فقال له الطبيب ليش تبكي ما شاء الله أنت من أهل القرآن وجهك منير وأنت إمامنا قال يا ابني والله أنا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة قال سبحان الله إذن لماذا تبكي قال والله سألت فعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من أربع ساعات قال نعم ربما من أربع إلى خمس أو ست ساعات قال الحمد لله خيف قال لا 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 أمال بيتبكي ليه قال والله أنا بس ببكي لأني سأحرم اليوم من قراءة الورد اليومي للقرآن النهاردة مش عرف أقرأ القرآن الورد اليومي قال له تقرأ كما جزء قال بفضل الله أنا باختم كل ثلاث يام مرة يعني أقرأ كل يوم من عشرة أجزاء فأنا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي للقرآن يقول الطبيب فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض يقول وأنا صحيح معافة ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعلا يقول ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي يا ولدي أنا أريد منك طلبا هل تفضل؟ قال أريد أن أصلي ركعتين وإذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحة أرجو أن تتركوني ساعة كاملة لأبدأ في قراءة الورد اليومي للقرآن فإذا ما مضت ساعة فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنك وابدأ بعدها في إجراء الجراحة وأسأل الله لك التوفيق قال حلص إن شاء الله لك ذلك يقول فنام على المندضة في غرفة الجراحة وبدأ يقرأ من حفظه فهو من أهل القرآن بدأ يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى وبعد انتهاء الساعة تقدم الطبيب وأعطوه للمخدر أو البنك ثم راح في غيبوبة واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع إخوانه يقسم لي بالله يقول والله يا شيك محمد ما كف هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراحة القلب منشغل بالقرآن كل لسان دم غرفة للقلب اللسان لا تحرك إلا بأمر من القلب والعين لا تنظر إلا بأمر من القلب والجوارح كلها حشم وخدم وجند لهذا الملك قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاية فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لعل القلب يجل الهب لإن الهم أقناه لعل الله يقضيه بشيء من عطاياه ويسبر مد منته عليه وفيضا عمانه فإن